يسعد مساكم جميعاً طلابي بالأول ثانوي علمي بتمنى تكونوا كلكم بخير يا رب ومنح اليوم رح نوخد درس الهمزة كما تعلمون الهمزة قد تأتي في بداية الجملة أعاسف في بداية الكلمة فتسمى إما همزة وصل أو همزة قطع وقد تأتي في وسط الكلمة وتسمى همزة متوسطة وقد تأتي في طرف الكلمة وتسمى متطرفة أولاً يعني هناك ضوابط تضبط كتابة كل نوع من هذه الهمزات ولنبدأ بهمزة الوصل طبعاً هناك أسماء معينة محددة تكتب دائماً بهمزة الوصل مثل ابن ابنة اثنان أو اثنين طبعاً اثنتان أو اثنتين وامرأة وامرأة واسم هذه الكلمات أو هذه الأسماء عندما أقول اسم لا أعني المصدر هنا إنما اسم الاسم لا يكون دائماً مصدراً هذه الأسماء تكتب بهمزة وصل وهمزة الوصل هي التي تكتب ولا تلفظ هذه الهمزة غير ملفوضة هذا الموضع الأول لكتابة همزة الوصل الموضع الثاني فعل الأمر من الفعل الثلاثي أي فعل الثلاثي الأمر منه يكون همزة وهو همزة وصل أقول خرج خرج كتب كتب سمع سمع نلاحظ أنني لا ألفظ همزة فعل الأمر هنا لأنها همزة وصل فمن الأخطاء الشاعن تكتبها بهمزة قطع أكتب وتعني بها فعل الأمر أكتب لا مشكلة إذا كان فعل الأمر بحالة يعني إذا اتصل فعل الأمر بضمائر أو الجماعة أو ألف الاثنين لا مشكلة كتبوه كتباه كتبنا سمعنا إلى آخره من الضمائر أو إلى آخر الضمائر هذا بالنسبة للموضع الثاني الموضع الثالث في الفعل الخماسي سواء كان الفعل ماضيا أو فعل الأمر أو مصدر منه يعني في حالة الماضي والأمر والمصدر دائما يكتب همزة وصل ارتفع بالماضي نلاحظ أنها كتبات همزة وصل ارتفع فعل الأمر أيضا كتبات همزة وصل كأن الفعل خماسي ومصدر ارتفع مصدره ارتفع أيضا كتبات همزة وهو همزة وصل وهذه قاعدة يعني الفعل الذي يكون بهمزة وصل يكون مصدره همزة وصل مثال آخر استمع استمع والمصدر استمع وقلنا أن المصدر التذكير هو الحدث غير مرتبط بزمان أو مكان الحدث مجرد المصدر وقد أخذنا في الفصل الماضي من هذه السنة إذن هناك إلى الآن ثلاث مواضع وهي بعض الكلمات عليك حفظها ابن ابنة اثنان اثنتان امرأ وامرأة واسم وفعل الأمر من الفعل الثلاثي والفعل الخماسي بالماضي والأمر والمصدر وأيضا الفعل السداسي مثل استخدم نلاحظ أن الهمزة هنا همزة توصل استخدم فعل الأمر جاء أيضا همزة توصل ومصدره استخدام ومصدر صريح لفعل سداسي أيضا جاء جاء بهمزة وصل استخرج استخرج واستخرج نلاحظ الفعل الماضي وفعل الأمر والمصدر جاء جميعا على همزة الوصل إذن هناك أربعة مواضع لهمزة الوصل عليك دراستها جيدا وحفظها لأنه يجب أن تكتب الهمزة بشكل صحيح وسوف تحاسب على ذلك في أكثر من موضع سواء بسؤال للقواعد أو من خلال كتابتك للتعبير نذهب إلى مواضع همزة القطع همزة القطع همزة تكتب وتلفظ تحدثنا عن الفعل الماضي أسوأ الفعل الخماسي والسوداسي بقي الفعل الثلاثي الفعل الثلاثي بالماضي والمصدر يكون همزته همزة قطع أخذ وأخذ أكل وأكل نلاحظ أن الفعل الماضي جاء جاءت همزته همزة قطع والمصدر أيضا همزته همزة قطع لو لاحظنا فعل الأمر ربما يسأل سائل أين فعل الأمر نقول فعل الأمر من أخذ خذ لا يوجد همزة أصلا أو أكل فعل الأمر منه كل لا يوجد أصلا همزة إذن مواضع همزة القطع الموضع الأول إذا كان الفعل الثلاثي إذا كان الفعل آسفي ثلاثيا بحالة الماضي ومصدره أيضا ثلاثي الفعل الرباعي يعني بدك تحفظ أن الخماسي والسداسي بخص همزة القطع الثلاثي الرباعي بخص همزة أسفا الخماسي والسداسي يخص همزة الوسط الثلاثي ورباعي يخص همزة القطع فالرباعي سواء كان ماضيا أو أمرا أو مصدرا يكون تكون همزته همزة قطع فأمسك بالماضي همزته همزة قطع أمسك بالأمر همزته همزة قطع وامساك بالمصدر همزته همزة قطع يعني من السهل عليك أن تفهم أنه إذا بدأ الفعل بهمزة قطع فاستبقى الهمزة دائما معه سواء بفعل الأمر أو بالمصدر نقول أجمع أجمع وإجمع أخرج أخرج إخراج إلى آخره من الأفعال طيب أبقى مثلا أبقي وإبقى هذا بالنسبة للموضع الثاني الموضع الثاني المضارع عندما تكون تتحدث أنت بلغة المتكلم عن نفسك بحالة المضارع أنا أدرس أنا أكتب أنا أجمع أنا أبقى في البيت لا أعرف كم شخص منكم يبقى في البيت إلى آخره من الأفعال في حالة المضارع فالهمزة هنا همزة المضارعة همزة المضارعة لابد أن تكون همزة قطع لأنك تلفظها بكل تحقيق يعني أكتب الهمزة واضحة اللغم فلابد أن تكون همزة قطع هذا الموضع الأول في الفعل الثلاثي بالماضي والمصدر بالفعل الرباعي بالماضي والأمر والمصدر وفي حالة الإسناد إلى ضمين متكلم في الفعل المضارع الحالة الرابعة هناك بعض الحروف باللغة العربية همزتها همزة قطع مثل حرف العطف أو وأم أيضا من الحروف العطف مثل حرف المصدري والنصب حرف أن مثل حرف التوكيد والنصب أن وإن ومثل حرف الشرط إن هذه من الحروف التي همزتها تكون همزة قطع كنا قد تحدثنا عن الأسماء التي يجب أن تكون همزتها همزة وصل ما تكونها مرأة أخرى ابن وابنة اثنان واثنتان امرأ وامرأ واسم عدا هذه الأسماء ما تبقى من هذه الأسماء باللغة العربية ستكون همزتها همزة قطع من الأمثلة على ذلك عندما أقول أب همزته همزة قطع عندما أقول أخ أسماء مثلا إبراهيم إلى آخره من الأسماء باللغة العربية همزتها همزة قطع هذا بالنسبة لهمزة القطع والوصل عليك أن تحفظ مواضع كل منهما ننتقل الآن إلى الهمزة المتوسطة وكما قلنا أن الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة كما كنا أو كما تعلمون جميعا أن أقوى الحركات هي حركة الكسرة تليها الضمة فالفتحة فالسكون وما يناسب الكسرة والكتابة على نبرة ما يناسب الضمة الكتابة على وو ما يناسب الفتحة الكتابة على ألف وما يناسب السكون الكتابة على سطر طبعا عند كتابة الهمزة المتوسطة أنظر إلى حركة الهمزة نفسها حركة ما قبلها وعلى الأقوى أو ما يناسب الأقوى أرسم للهمزة فمثلا إذا كان لديك همزة إذا كان لديك سكون وضمة فتكتب على واو إذا كان لديك كسرة وضمة الكسرة أقوى فتكتب على نابرة إلى آخره وهنا مجموعة من الأمثلة مثل ذئب مثلا حمزة أو حركة الهمزة سكون وما قبلها مكسور لذلك كتبت الهمزة على نابرة هذا النوع من الأسئلة في التوجيه يأتي على صيغة علل كتابة الهمزة بهذه الطريقة يعني على نابرة مثلا أو على واو يحكي لك لماذا كتبت همزة مأمون على ألف تجيب لأن حركة الهمزة سكون وما قبلها مفتوح وحركة الفتحة أقوى من السكون ويناسب الفتحة الألف فكتبت على ألف مثلا سؤالة لماذا كتبت الهمزة على نابرة نقول لأن حركة الهمزة لأن حركة الهمزة كسرة وهي أقوى الحركات لذلك كتبت على نابرة يعني لا داعي لذلك ذكر وسبقة بضم لأنه خلاص طبيعة الحال موجودة عندك الكسرة خلاص لا أنظر إلى أي شيء آخر بالنسبة لتساءلة مثلا حركة الهمزة حركة الهمزة فتحة وما قبلها ساكن والفتحة أقوى من السكون الفتحة أقوى من السكون كان لابد أن تكتب على ألف ولكن لا أستطيع أن أضع متماثلان أن أضع ألف وهمزة فلذلك كتبناها على سطر بهذا الشكل عندما أقول تفاؤل الضمة أقوى من السكون فلذلك كتبت على و طيب هناك حالة تشوذ فيها تشوذ عن القاعدة وهي إذا كانت الهمزة مفتوحة ومسبوقة بياء ساكنة المنطقي أن أكتب أن أكتب الهمزة على ألف لأن الفتحة أقوى من السكون ولكن كلمة هيئة مثلا الهمزة هنا مفتوحة وما قبلها ساكن ولكنها كتبت على نبرة ولكن الكتابة إذا أردت أن أكتبها على القاعدة هكذا ولكن هذا خطأ فلابد أن تكتب تكتب على أسفة على نبرة وهذه من الشذوذ في القواعد بغة العربية هذا بالنسبة للهمزة المتوسطة وقلنا أن السؤال الذي يأتي عليها في الثانوية ربما ضع دائرة ربما ضع دائرة يعني قد يعني يسألك عن الكلمة التي كتبت بشكل صحيح أو خاطئ من بعض خيارات يضعها لك أو يسألك عن سبب كتابة همزة متوسطة بهذا الشكل وعليه ستتحدث عن حركات وقوة كل حركة ننتقل إلى الهمزة المتطرفة وكما قلنا أن الهمزة المتطرفة هي الهمزة التي تأتي في نهايات الكلمة وهي آخر حرف في الكلمة هنا فقط لا داعي لأن تنظر إلى حركة الهمزة نفسها أنا فقط أنظر إلى حركة ما قبلها وحسب حركة ما قبلها أكتب الهمزة فإذا سبقت بضمة أكتبها على واو إذا سبقت بكسرة أكتبها على نبرة إذا سبقت بفتحة أكتبها على ألف إلى آخرين فمثلا ملأ سبقت الهمزة بفتحة فكتبت على ألف مثلا شاطئ سبقت الهمزة بكسرة فكتبت على نبرة مثلا تهيئ كتبت أو سبقت الهمزة بضمة فكتبت على واو لأنه يناسب الضموة وكذلك بالنسبة لكلمة دف سبقت الهمزة بسكون فكتبت على سطر هناك أمر لا بد من التطرق له في موضوع الهمزة المتطرفة وهو كتابة تنوين النصب هناك إشكالية وهناك كثير من الأخطاء الشائعة عند كتابة تنوين النصب فكيف أكتب تنوين النصب إذا جاءت الكلمة في حالة النصب اللغة العربية أو في موقع عربي جاءت مثلا مفعولا به أو جاءت اسم لأنه أو خبرا لكان مثلا كيف سأكتب الهمزة أولا هناك ثلاث حالات سنأخذ ثلاث حالات أول شيء إذا كان الحرف يعني أنا أنظر الحرف اللي قبل الهمزة في هاي الحالة إذا كان الحرف اللي قبل الهمزة من الحرف المتصلة ما معنى حرف متصل يعني حرف يجوز أو يعني استطيع الاتصال بالألف مثل حرف مثلا السين حرف السين مثلا أضعوه مع الألف مثلا حرف الصاد أضعوه مع الألف مثلا حرف الطاء أضعوه مع الألف هم هذه الأمثلة مثلا شاطئ الحرف الذي يسبق الهمزة هو الطاء والطاء من الحروف التي تتصل أستطيع أن أصلها أصلها بتنوين أو بألف النصر فعندما أنصبها أضعوها على نبرة هكذا شاطئا كذلك دفء من حروف المتصلة فأكتبها على نبرة دفءا بطيء كذلك حرف اليام من الحروف المتصلة أستطيع أن أضعها مع النبرة دون أي إشكالية فأقول بطيئا لكن إذا كان الحرف غير متصل بكل بساطة أضع ألف أضع ألف بعد أترك الهمزة على ما هي عليه وأضع الألف جنب الهمزة مثل ضو نعرف أن الو لا تتصل بالألف ولا حرف الزي لا يتصل بألف إذن أترك أو أترك الهمزة على وضعها وأضع تنوين أو ألف النصب بعد الهمزة بكل أريحية هناك حالة أخيرة إذا كانت أو ما قبل الأخيرة أسفل إذا كان هناك ألف قبل الهمزة لا أستطيع أن أضع ألفا أخرى بعد الهمزة وإنما أضع تنوين النصب مباشرة على الهمزة دعاء دعاء سماء سماء رجاء رجاء كذلك إذا كانت الهمزة أصلا إذا كانت الهمزة المتطرفة هي أصلا على ألف مثل مبتدة فلا أجد مشكلة بوضع ألف فيما بعد يعني أو أوصل أو أضعها لنبرة لأنه مستحيل بالنسبة لحرفدة مباشرة أضع تنوين النصب على الألف هنا نكون انتهينا من شرح أنواع الهمزات بتمنى لكم بتمنى تكونوا فهمتوا إن شاء الله وتحلوا التدريبات رح يعني أتأكد لكم من رقم الصفحة إن شاء الله أي سؤال أو استفسار بتمنى تبعتوا بتمنى تضلوا في بيوتكم مع تحياتي ومس إسلام يعطيكم العافية